كما أكد رئيس السيسي أن دور الجيش يحمي ويصون ويضحي لبلاده مضيفا أن الجيش المصري يحافظ على الاستقرار والأمان دائما أنتوا دوركوا كبير قوي قوي ولو شفتوا التضحيات التي تقدمت خلال مش بس السبعة تامن سنة لفتما احنا كنا نهاردة بنحتفل أو بنقول أسماء قادع عزام كانوا موجودين وفي شهداء لنا ومصابين كانوا في أكتوبر نحتفل كل سنة بالذكرى والانتصار اللي أنا عايز أقوله برضو حتى في حربنا ضد الرهاب كان في شهداء ومصابين دائما حارسين نذكرهم ونأكد أننا ليس بس الدولة ليس أنا ليس الحكومة لا كل إنسان مصري يفتكر كويس قوي كل إنسان مصري يفتكر كويس قوي إن في أسرة قدمت ابنها الابن ده بقى شهيد بعد ما ربته شاب جميل وقد الدنيا كده وبعدين قدمته لبلدنا هنا وقدم روحه لها عشان احنا نعيش بالشكل اللي احنا فيه أنا أقول كده للزباط الجدد لأن ده دور هو ده دور الجيش دور الجيش إنه هو يحمي ويصوم ويضحي عشان تبقى البلد دايما سابتة مستقرة آمنة سالما إن شاء الله